أكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء الوقوف إلى جانب جمهورية فرنسا الصديقة في التصدي الجاد لتفشي أثر الأيديولوجيات المتطرفة ونوه سمو باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بما يؤكد إصرارها على مشاركة المجتمع الدولي الوقوف على الأولويات التنموية بإقامة هذا الحدث الهام رغم ما مرت به من أحداث إرهابية خطيرة لترسل رسالة جادة فحواها عدم السماح للتطرف والإرهاب بتشتيت الجهود الساعية لتحقيق المزيد من النماء والخير وفي تصريح لسموه لدى المشاركة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أعمال افتتاح الدورة الـ 21 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015 أعلن سموه عن استعداد مملكة البحرين لاستضافة المركز القليمي لصندوق المناخ الأخضر لخدمة منطقة غرب آسيا مشيرا سموه إلى أهمية دور المؤسسة في خلق قنوات فاعلة من التمويل والدعم للعمل الفاعل والمبادرات من أجل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وأضاف سموه أن مملكة البحرين تدرك الفرصة الهامة التي وفرها مؤتمر باريس لقادة العالم لمناقشة الصيغة التي يجب أن يتم الانتلاق من خلالها للتصدي للتحديات المناخية مشيرا إلى حرص البحرين للمحافظة على مستويات الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين والتطلع في هذا الصدد إلى النتائج والتوصيات الإيجابية والتواصل إلى اتفاقية تتعامل بفعيلية مع الصعوبات وتلبط طموحات وقال سموه أن التحديات التي يشكلها التغير المناخي يجب التصدي لها بصيغة توازن بين الحاجة لتقنيات نظيفة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة ورفع المستوى المعيشي مؤكدا سموه على دمج أليات التمويل والتقنية المتعلقة بالمناخ في أسس الشراكة التي تجمع الدول المتقدمة والنامية لتتحمل كل الأطراف المعنية مسؤوليتها تجاه التعامل الفاعل مع أثار التغير المناخي وأشار سموه إلى ما أكدت عليه مملكة البحرين خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر في الدوحة من استعداد تام للمضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط مما يوفر مكتسبات على مستوى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وقد قطعت مملكة البحرين شوطا في هذا المجال بخفض إسهام النفط في الناتج المحلي لأكثر من النصف ليصل من 44% في عام 2000 إلى 20% السنة الماضية كما لفت سموه إلى ما تقوم به المملكة بتطويره من برامج لتشجيع الأبحاث الريادية والتوصل إلى أسليب جديدة لاستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه ومواصلة العمل نحو تطوير مشاريع مثل استرجاع الحرارة المستنفدة والاستفادة من الطاقة الشمسية في محطات تحلية المياه مستقبلا حقيقة سعيدين بالمشاركة مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القهد الأعلى نائب الأول لرئيس وزراء في هذا المؤتمر العالمي الهام هذا إذا بنفكر في مضمون هذا المؤتمر هذا قد يكون من أهم المؤتمرات أن لم يكن أهم مؤتمر يتعلق بالبشرية جمعاء وبسلامة كوكبنا هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها الكوكب ويتطرق لهذا المؤتمر مسألة تخفيض الانبعاث الحراري مسألة حماية البيئة مسألة تغير المناخ هذه كلها على المدى الطويل سيأمن أنها تحسن وتستمر الحياة على هذا الكوكب أو أنها تسوق وتصبح الحياة جحيما لا يطاق فهذه الشيء الآن البحرين ستقوم بدورها على أكمل وجه وصاحب السمو الملكي كانت لها لقاءات كثيرة ومشاركات كثيرة نتطلع إلى النجاح إن شاء الله هناك كثير من المبادرات وقد وجه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تتضافر كل هذه الجهود في جميع الوزارات الحكومية والهيئات الحكومية لأجل المحافظة على الطاقة وترشيدها والمساهمة في تقليل أثر هذه الظاهرة العالمية نتمنى إلى هذا المؤتمر النجاح وإن شاء الله سوف تكون له نتائج إيجابية تنعكس ليس على المستوى الفردي إلى أي من هذه الدول وإنما على الكوكب ككل